الاستعداد ودعات البوابات لانطلاقة الشوط الثامن آخر أشواط الحفل الرابع والخمسون لسباقات الفروسية السعودية على الهدية المقدمة من صاحب السمو الأمير سعود محمد بن عبد العزيزة لسعود في دعم سمو المتواصل للفروسية منذ أكثر من عشرين عاما على مسافة الألفين متر يبدأ الانطلاق الفذلان في المركز الأول من الأسماء التي لا حظوظ أيضا في هذه المواجهة التي تجمع 17 رأس مشاهدين متابعين الكرام الفذ يبدأ الانطلاق من الداخل في المركز الأول بقية الجهات تسعلان لتحسين مواقع في هذه الانطلاقة نتابع أيضا بيرق الفتح في المركز الثاني محاولات قناع في المركز الثالث أيضا للتقدم ومحاولات براعم لتحسين موقع الان في المركز الرابع وضبي الرفاع يتقدم من الخارج مشاهدين الكرام تبدأ الجهات في تغيير مواقع الان وبراعم مع محاولات تقدم ضبي الرفاع الان في المركز الأول مع براعم وهناك أيضا قناع من الداخل والمرشع أيضا مع هذه الأسماء نبيلي في المركز الرابع يجد طريقا الان ما بين براعم وقناع وتجتاز الجهات على متى الثمامية ضبي الرفاع وقناع من الداخل مشاهدين الكرام الجهات تقترب من أخذ المنعطة في الأخير قناع ونبيلي في المركز الثاني التأخر لضبي الرفاع ومحاولات التقدم الآن من نبيلي على قناع الذي يحتفظ بالصدارة والمركز الأول نبيلي قناع في المركز الأول قناع نبيلي وضبي الرفاع يحاول العودة مرة أخرى للدخول نبيلي يتقدم للمركز الأول كحد الأسماء المرشحة وبقوة لهذه المواجهة والدخول يأتي من الفذة الذي يعود مرة أخرى للصباق ليحتل المركز الثاني مع ضبي الرفاع مشاهدين الكرام ألف مبروك